دعوني أقرأ من رسالة يحنى الأولى إصحاح أربعة من الآية الأولى أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله؟ لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم بهذا تعرفون روح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم روح ضد المسيح سيأتي مستقبلا لكن نفس هذه الروح اللي بتعمل في المعلمين الكذبة والأنبياء الكذبة والنظام المزيف الكاذب بيعمل الآن يعمل الآن في هذا العالم هذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم أنتم من الله أيها الأولاد وقد غلبتموهم لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم هم من العالم من أجل ذلك يتكلمون من العالم والعالم يسمع لهم لاحظ بكرر الآية مرة تانية ليش؟ بتشوف أنه كل إزاعات الدنيا ممكن تنقل أي خبر صغير طالما بناسب نظامهم الديني والسياسي لكن إذا في شيء بيتعلق بالإيمان بهوية يسوع المسيح بتلاقي حتى الناس بتموت وتحصد الأرواح ما حدا هامه أي شيء للأسف العالم عم بتبح والكنيسة أخاف أقول الكلمة في السبات بس كلمة طال يعني كنيسة الرب رح تبقى ناهضة وعندما أقول الكنيسة سامحوني أقصد بكل طواقفها التي تؤمن بقانون الإيمان المسيحي لازم نصحة خلص كفة كفة لازم نصحة لازم ننتبه العالم بيحتاج لكنيسة ربنا مبارك العالم وعن بأجل الضربات على هذا العالم بسبب الكنيسة بسبب صلوات الكنيسة إذا إذا يد الله تفعت من هذا العالم العالم يعني كل شيء متماسك بالرب يسوع إذا الرب يسوع شال إيده كل الكواكب كل هذا العالم رح يكون فوضى كاملة فوضى عارمة وهذا اللي بتشوفوا اليوم بداية في كتير دول في الفوضى السياسية والفوضى الدينية وكل واحد عاوز يعمل ما يحلو في عنيه فالعالم يحب خاصته وبيدافع عن خاصته وبيستشرس ممكن يدبح ويقتل شيء خاصته لكن المسيح مش بحاجة لدفاع لأنه كل شخص سامعني؟ رح يتوقف أمام يسوع المسيح